أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدعت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه وربا بأهل بدري ورفع دين المصطفى ذي القدري محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق بسم الله تسخيره ليهذو الملاهي له توجهة مع الرجال أصدل إدى المضاهذيه الأوجال له توجهة بمن قد صبروا على الإدى ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وعيدا وجاهد العدى جهادا جمدا أو جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدى ذوي الخسران له توجهوا بالاحتصاب وكرموا بعدم الحساب ردي أنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى الكريم جملة الخطايا أنح وصاق لهم العطايا وردي الله عن شيخنا قدب الأقضاب وخاتم الأولياء سيدنا أحمد التجاني سمسل هدى مالجئ الأنامي منحاز في ظروة المعالي برفع الشعن سماء مقامه في العلاء ساماء ولم يدل في العلاء ساماء وردي الله عن شيخنا خادم الرسول أحمد بمبا ردي الله تعالى عنه إلى توبى إلى شيخ الخديم يسير به الهواسير الظليم والتوبى والمواهب حيث ترنو تؤكد أنه هبت الكريم فأهببت الخديم وكل هاد إلى الرحمن بالذكر الحكيم وأشكر ربي الأعلى ببنبا وما أبقى لرواج العلوم فمن عرف الخديم وفر منه فأحمق منه ولم عرف الأنيم وردي الله عن العلامة العارف بالله جيرنو أحمد بيناجي ردي الله تعالى عنه شيخي وجدي جيرنو أحمد لأمر ربي إنه هبیب الأحمد إني لأشكره وأشكر أحفاده في قطره بتضيّد الإحسان وبنوه انظرهم بأين عناية وشملتهم برد الرد النوراني وردي الله عن كل من انتماله بود أو محبت فنال من الله بسببه آذما قرب نفعنا الله بعلوم شير محمد سامسة حفظه الله ورآه إلى الشيخ إلى الشيخ لما تم منه فخر تنزه أن يكون له نذير ولملا والمربي للمضايا كتاب ليس يبليه الدهور ولي كامل هسا ومعنا علي في تواضئه كبير وله مع الشيخ أحمد بمبهال وله في كل ما يملاه دور يقول محمد سامسة وأسلم سلاما أبقى الكون طيبا وعرفا سلام لو يقاس بالتحيّ يُرَى أَعْلَى وَأَغَلَى فِي الْبَرَايا وَأَحَسَنُ مِنْ لِقَاءٍ مِنْ مُّهِبِّنْ لِمَنْ يَهَوَى وَمِنْ كُلِّ الْهَدَايا يا أهلا يا أهلا يا تلمندم القرآن اسمه لي باسمي شخصيا وباسمي كافة عُسُرَةِ سَيِّدِي الْخَلِيفَةِ جَرْنُ أَحْمَدْ بَيْنَاجِ رَدِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنهم عُمُومًا وَخُصُوصًا الْخَلِيفَةِ جَرْنُ أَحْمَدْ بَيْنَاجِ حَفِظُهُ اللَّهُ وَرْعَاهُ وَخُصُوصًا لِأَخِينا فِي اللَّهِ عَبِ الْعِمَادِ مَنَا پَرِي عَبِ الْفَضْلِ فِي كُلِّ الْمَسَالِكِ سَيِّدِي جَرْنُ أَحْمَدُ إِبْنُ تَعْلْفَاهِيمُ سُعُلَةُ الْإِلْمِ بِلَا خُمُودِ عَلَى اللَّهُ قَدْرَهُ عَلَى الْمُولُوكِ وَالْمَمَالِكِ وَحَفِظَهُ دُنْيَا وَأُخْرَى وَآَدَمَ لَنَا وَلَهُ مَثَابَةٌ إِنَّ اللَّهِ وَأَجَرَى فَيَا لِلَّهِ دَرُّكَ يَا تَعْلُّ أَحْمَدُ فَيَا لِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ جَلِيلٍ أَلَيْهِ رَمَى مَلَابِسَهُ الْجَمَالِ فَأَصْبَهَ فِي شَمَائِلِهِ قَائِدًا أَلَيْهِ مِنَ الْجَمَالِ يُرَى جَلَالُ وَأَصْبَى أَحْمَدُ إِسْمًا وَوَصْفًا وَأَخَلَاقُ لَهُ فِيهَا كَمَالُ الحمد لله اليوم فِي الْحَفْلَةِ الْقَلَمِيَّةِ المَيْمُونَةِ الْمُبَارَكَ قَدِتَّ لَعْتُ فِيهِ أَلَى مَا أَمَرَتْنِي سِيَادَتُكَ وَجَأَلْتَنِي أَهَلًا لِهَذِهِ الْمَفَادَةِ مَا إِنِّنِي لَا أَصْتَحِقُّ بِذَلِكَ أَقَلًا وَلَا نَقْلًا قُرْوَمَنْ كَانَ مِسْلِي كَيْفَ يَكُونُ أَهَلًا لِنِيَابَتِكَ فَدَلًا أَنْ أَكُونَ مُخَارِبًا فِي تِلْكَ الْحَلَقَةِ الْقَلْمِيَّةِ مَا كُنتُ أَهَلًا لِذَلِكَ مَا كُنتُ أَهَلًا لِذَلِكَ لَكِنْ لَمَّا رَأَوْنِي غَدَوْتُ أَهَلًا يَا يَا تَنْ بِنْدِمْ الْقُرْآنِ هُمْ سَادَتِي جَهُهُمْ عَذِيمٌ وَأَبْدُّهُمْ لَا يَظَالُ مَوْلَاهُ وَلَمَّا أَمَرَتْنِي بِذَلِكَ تَحَتَّمَ أَلِيَّ الْمُسَارَأَةُ لِلْخِدَابِ أَمَّا هُنَالِكَ اغْتِنَامًا لِدُؤَائِكَ الصَّالِحِ وَأَدَاءً لِحَقِّ إِقْتِرَائِكَ فِي هَذَا الصَّعِي الرَّابِهِ ثُمَّ النَّسِيهَةُ لِأَهَلِ الْبَارِي خَيُّرٌ مِّنَ الْجِهَادِ فِي الْكُفَّارِ كَمَا قَالَ شَيْخَ أَحْمَدْ بَمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فَقُلْتُ وَعَلَى اللَّهِ إِسْتَنَتُ وَمِنْ بَهَرِ الشَّيْخِنَا مُحَمَّدِ سَامَسَ إِسْتَمَتُوا يَا يَا تَنْبِنْدُمْ الْقُرْآنَ أَهَلًا وَسَهَلًا بِالَّذِينَ عَوُدُّهُمْ وَأُهِبُّهُمْ فِي اللَّهِ ذِي الْآلَائِي أَهَلًا بِقَوْمٍ سَالِهِينَ ذَوِي تُقَى غَرِّ الْوُجُوهِ وَذِينِ كُلِّ مَلَى يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الْجِهَادِ بِإِفَّةِ وَتَوَقُّرٍ وَسَكِّنَةٍ وَهَيَا لَهُمُ الْمَهَابَةُ الْجَلَالَةُ وَالْنُّهَا وَفَضَائِلٌ جَلَّتْ أَنِلِإِحْسَائِ أَهَلًا بِكُمْ يَا ضُيُوفَنَا يَا آيَاتَ من القرآن سَئِدْنَا بِلِقَائِكُمُ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنِ الْحَفْلُ حَفْلًا بِدُونِكُمْ لِقَاءُكُمْ وَهُدُورُكُمْ شَرْفٌ لَنَا أَسَعَدَكُمُ اللَّهُ كَمَا أَسْعَدْتُمُونَ أَشَّرَفْتُمُ الْحَفْلَ بِهُدُورِكُمُ الْكَرِيمُ أَهَلًا وَمَرْحَبًا بِكُمْ أَضَاءُ فُوتَطَرُ بِهُجُورِكُمْ شَمَّلَكُمُ اللَّهُ بِرِآيَتِهِ وَحَفِظَهُمْ حَفِظَكُمُ اللَّهُ وَرَآيَاكُمْ وَحَفِظَ خَطَاءُمْ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ هَبْ يَا تَنْبِنِ وَالْقُرْآنَ مِنْكَ قُوَّةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْوَحَبُ أَسْعَلُ اللَّهَ تَالَا أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِأَضَاءِ الْأَمَانَةِ وَأَنْ يُعِينَنَا أَلَى الْقِيَامِ بِمَسْعُولِيَّتِنَا فِي هُقُوقِهِ وَهُقُوقِ إِبَادِهِ وَأَنْ يَغَافِرَ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ الرَّهِيمِ أيها الناس أيها الناس فَإِنَّ أَشَرَفَ الْغُلُومِ وَأَفْضَلَهَا وَأَتَمَّهَا وَأَنْفَأَهَا لِلْقَلْبِ هُوَ الْعِلْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَضْوَجَلَّ قِرَاءَةً وَهِفْذًا وَفَهْمًا وَتَدَبُّرًا وَعَمَلًا لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَضْوَجَلَّهِ هُوَ أَسَاسُ شِرِيَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ التي فَدَّلَهَا اللَّهُ أَلَى إِبَادِهِ وَإِنَّمَا يُعَيِّنُ وَإِنَّمَا يُعَيِّنُ أَلَى فَحَمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَأَنْ يَحَفِظَهُ الْإِنسَانُ أَنْ ذَحَرِ قَلْبُهُ وَلَقَدْ فَتْحَتْ في بِلَادِنا هَذِهِ سَنَهَا يَعْتَلْ مِنْدِمْ الْقُرْآنِ في قُرَى مُتَعَدَّدَاتٍ وَإِنِّنِي أُهِسُّكُمْ أيها الأولياء أَلَى أَنْ تَشَجُّوا أَوْلَادَكُمْ أَلَى الْإِتِّحَاقِ بِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ الْعَذِيمِ لَكُمْ حَيْسُوَجَّحَتُمْ أَوْلَادَكُمْ وَفِيهَا أَيْدًا مَصَلَحَةٌ لِلْأَوْلَادِ هَيْهُ يَحْفَظُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَكْتَبُونَهُ أَنْ ظَهَرِ قَلْبٍ وَهُمْ صِغَارٍ لِأَنَّ الْحِفَظَ فِي الصِّغَرِ لَا يُنْصَى وفيه أن الإنسان لابد أن يتأهر إذا حفظ القرآن ولذلك تفرق بين الأولاد الذين يحفظون القرآن ويكتبونه والذين يحفظونه ولا يكتبونه ولأن حفظ القرآن يؤين الطلاب على أداء مهمته الدراسية كما هو مشاهد معلوم في فوتا فإنك لو سألت الأشياخ في المدارس التي يكون فيها من طلاب المجالس أو من غيرهم لقالوا لك إن طلاب المجالس أفهم وألم وأتقن وأدب وإنهم يبرسون على غيرهم هذا هو المعروف ولذلك يخطئوا خطأا كثيرا من قال إن إدخالهم لهذه الحلقات يضيو أوقاتهم عن دروسهم وما ألم المسكين أن آمر الطلاب أن يكتبوا بأنفسهم أفضلوا من كثير ما يدرسونه في مدارسهم وأنهم إذا حفظوا في هذا الوقت لهفظ كتاب الله أدوى جل كان هذا أولى وأولى بكثير من إداءة هذا الوقت في الأسواق يتعوذون ويؤذون الناس وتدعو أوقاتهم هملا قال لنا شيخنا شيخ محمد سامس ذات يوم وبعد أيها الأستاذ أنت على تهذيب ذات نفلي لا تغفل ولا تغبي والتكسه من جميل الخط بهجته حتى يرى دررا في كل مقتتب أيها الإخوة إني أهسكم جميعا كل من له ولد أن يلحق أولاده بهذه الجماعة ياتن بندم القرآن لما في ذلك من الفوائد العظيمة ولو لم يكن فيها إلا أنه وسيلة لإبقاء هذه المدارسة آني هذه المجالس الأصالة لأنها إذا قصر للابها فإنها سوف تذهب وسوف تزول ولذلك والله عار على بلادنا سنغال لذا أهسكم مرة سالحة أن تلحقوا أولادكم بهذه الجماعة وأن تستعنوا الله أدوى جل في تشجيئهم عليها وتوجيههم إليها وإنني دامن لكم أنه مع حسن النية وصلاة الأمل فسوف تثابون على ذلك إن الله أدوى جل أيها المسلمون لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في خدبة الجمعة يقول إن تعليم الصغار كتاب الله يدفع غدب الله خيركم من أن تعلم القرآن وعالمه قال الشيخ أحمد بامب رضي الله تعالى عنه وأهد الله على أخذ الكتاب بخدمة للأشياخ باب الصواب ظهر لي أن أعتساما بالخدمة وتعليم الكتاب هو الصواب وهانهن أشياخي على أهد الله إلى أن نلقي الله فنأمل منكم الله تنصونا بسعال أدئيتكم وقد قمنا نيابة عنكم في مواجهة سيدي وشيخي وحبيبي ودعونا لكم مما نرجو من الله قبوله والله أسأل أن يوفقنا وإيا كل ما فيه رضاه آمين صلى الله على سيننا محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا تلميز السامس آبد الرحيم من أرض ما تم دولة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم كبير كبير ترجمة نانسي قنقر 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 إلي الله يجعل الله لكم أنه يجعلنا التحرير للمسالتنا التي أجعلنا في سبيل المرآة وهذا الشقيقة لا تتجعلنا في سبيل المرآة من وجود المعطيرة يجعلنا هذا لا يجعلنا لذلك يجعلنا هذا هو لا تكتب بخير في أمسك الأمسكة من أجل الأهب تصدر أمسك قال لذلك عندما يقولون يجب أن يكون محبرة عندما يكون محبرة يكون محبرة عندما يكون هناك فما يقولون لكما يقولون كل هذه الضوء يقولون يقولون لذلك أعطى هؤلاء ي cele ting Brian الوضفاء يعت clothing ونungen رج Bronf فطمون سنغال ارسك المن أم سنغال مكو كربائري ايها 的 تصلي كانت الل masks يوم substitute وزيجان محمد أنت بنعمة ربك بمجنود